عد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد لمحنة ان افتعال الحرائق جزء من مخطط جر العراق للفوضى لافتا الى ان الوزارة بصدد جمع بيانات المخربين مشيرا الى القاء القبض على بعض المتهمين واكد لمحنة ان الوزارة بصدد توفير الحماية الكاملة لمنتسبي الدفاع المدني الذين يتعرضون الى اعتداءات ممنهجة خلال قيامهم باداء واجبهم اشتركوا في القناة